لما بتشتري أي سلعة من أي محل فأنتي من ضمن سعر هاي السلعة دفعت جزء من فواتير المحل كهربا وميو انترنت ودفعت جزء من أجار المحل ودفعت جزء من أجار العمال العاملين في هذا المحل بدرس اليوم رح نتعلم سوا كيف نشتري على الانترنت الموضوع اللي رح يوفر عليه كل هاي المصاري حيث انه الشراء على الانترنت بيعتمد على موقع موثوق انت بتطلب من خلاله وبتوصلك السلعة على باب بيتا ما في محل عمليا في مستودعات بس لهاي الشركة الشركة بتبعت لك المنتج من مستودعها الى باب بيتا ناهيك عن موضوع انه انت ما رح تكون محدود بالمحافظة اللي انت موقين فيها رح يكون بإمكانك تستعرض جميع المنتجات ضمن كامل نطاق تركية وتختار المنتج يلي بناسبك هالشغلات وشغلات غيرها رح نتعلمها بدرس اليوم خليكم معنا اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بالحلقة التانية من برامج التسوق الامنة عبر الانترنت بدي ذكركم انه في حلقة اولى رابطها بصندوق الوصف تبع هذا الفيديو بنصحكم انه تحضروها قبل ما تحضروا هذا الدرس اليوم بنكمل مع برنامجين ايضا شهيرين للتسوق عبر الانترنت والتي هنه هبسي بورضا و ترين ديول الهبسي بورضا بطبيعة الحال منفوت على المتجر بنكتب هبسي بورضا ومننزل البرنامج بنعمل عليه حساب متل ما تعلمنا بالدرس الماضي وهذا بيكون واجهة البرنامج منهم متل ما انا شايفين ممكن نختار حسب الفئة يعني منفوت هون فئة الالكترونيات مثلا اذا بدنا لابتوب ممكن نختار ديزوستو بلقي سيار ممكن منها نختار نوتبوك ومن هون ممكن نفلتر انه انا حاطت ببالي مثلا كمبيوتر سعره بين الالف والالفين وخمسمية وممكن نقول له ايقلا ممكن ايضا نفلتر حسب المعالج حسب الرامات حسب البائع حسب كرت الشاشة حسب سعة التخزين ما الى ذلك وبعدين نقول له يعني عرض المنتجات فبيطلع لنا المنتجات يلي بتوافق شروط البحث يلي عملناها الزر الثاني يلي بدي اذكركم فيه هو زر الترتيب السر الله ممكن انا يهمني انه ينعرض اول شي اللابتوبات الاقل سعرا فبنقول له فيات قارطان يعني الاقل سعر اول شي فهذا هو ارخص لابتوب بحقق شروط يلي كتبناها انه سعره بين الالف والالفين وخمسمية مثل ما حكينا ايضا بيجي بعده هذا اللابتوب بيجي بعده هذا اللابتوب اذا هيك تم ترتيبهن حسب السعر بشكل تصاعده مثل ما حكينا فيات قارطان وممكن بالعودة الى الصفحة الرئيسية ندور هون عن منتج مثلا سامسونج A51 ممح اعترح لي بحث ضمن فئة اندرويد تليفون لار رح أعمل هيك مثلا أنا بيه من الـ A51 الأقل سعرا فرح أقول له سر الله فيات أرطان يعني رتب لي إياهم بحيث يكون أرخص شيء أول شيء هذا هو أرخص A51 بالموقع فإذا اعتمدنا عليه مثلا رح أقول له سيبيتي إكلي إضافة إلى السلة فبيقول لي بدك يا بياز ولا بدك يا بيمبي ولا بدك يا سياه لاحظوا اختلاف السعر حسب اللون ببعض الجوالات بيكونوا كل الألوان نفس السعر وببعض الجوالات بتختلف حسب اللون فرح نختار سياه مثلا اللي هو الأسود سيبيتي إكلي تم إضافته إلى السلة هلأ رح نروح على سيبيتي على سلة المشتريات من هون بنرجع بنتأكد مرة أخيرة من السعر وبقول له ألش بيريش تمام له يعني إتمام التسوق آخر شيء أنه أدامي ستشنك لري يعني الدفع رح قول له كريدي أو بانكا كارت أدامي لري بحط هون معطيات كارت البنكي اللي حكينا عنها بالدرس الماضي هني أربعة رقم الكارت 16 خاني بيكون مكتوب على الوجه الأمامي للكارت اسم صاحب الكارت بيكون مكتوب على الوجه الأمامي صون كلنم تاريه يلي هو تاريخ أيضا منشوفه على الوجه الأمامي للكارت والسي بي سي أو القوين اللي بكودو منشوفه على أفا الكارت وبعدين منقول له صون راكي أضم منكون هيك أتمامنا عملية الشراء هلأ بعد ما أتممت عملية الشراء كيف بتتعقب طلبيتك كيف بتعرف شو صار فيها وين صارت بتروح على سي بريش لرم أو طلبياتي لاحظوا هون بتشوف الطلبيات فمثلا في عندي هاي الطلبية أنا طلبتها مؤخرا لاحظوا هون هاي الطلبية فيها عنصرين العنصر الأول راح نشوف هي الكارغو طاكي بي يعني وين صارت الشحنة فشو بيقول لي بيقول لي أنه صارت بأسكي شهير هي طلعت من الكيلول وراحت على هاي المدينة بعدها وراحت على كذا وهي هلأ بالأسكي شهير يعني لسه ما وصلتني المنتج التاني أيضا راح قل له كارغو طاكي بي يعني شو حنتي وين صارت لحنشوف من هون صارت هي بي أكسر أي كل واحدة طالعة من مدينة وصارت بي أكسر أي وإذا نزلت لتحت بتشوف قائمي بطلبياتك السابقة هون من لاحظ الطلبيات يلي طلبتن أنا مسبقا من هاد الموقع بيبقى السؤال الأخير هل فين اشتري بدون ما أحكي تركبنيه آل اي فينك تشتري بدون ما تحكي تركبنيه عن طريق أنك تكتب على الواتس أب لهذا الرقم بتبعت لنا رابط السلعي اللي بدك ياه هذا الرقم أنا شخصيا مشرف عليه يعني بتبعت لنا رابط السلعي اللي بدك ياها وإسمك وكينيتك وعنوانك ورقم تليفونك نحن منطلب لك السلعة ومنعطيك تحديثات عنها منتابع لك الكارغو تبعه ومنقول لك أنه بكرة رح توصل على بيتك لحتى توصل على بيتك وإذا صار معك مشاكل نحن منحلل لك هاي المشاكل نحن هون في عنا فريق بيحكي لغة تركية بيحلل لك هاي المشاكل كلها وبتوصل لك السلعة متل ما بدك على باب بيتك فإذا أنت بتحكي تركي فخلص بتكون تعلمت كيف تشتري لحالك إذا ما بتحكي تركي أنا برأيي لا تفوت حالك بهي المتاهة لأنه لاحقا ممكن يصير مشاكل بالشحن ممكن يتأخر الشحن ممكن تضطر تحكي معون للجماعة ممكن كذا ممكن كذا حتى إذا كنت بتحكي تركي وبدك تريح راسك خلص بتبعت لنا الرابط وبيانات العنوان وبتحول لنا المصاري ونحن من طول الباقي بتوصل لك السلعة على باب بيتك إذا في عندكم أي تساؤل عن هذا الموضوع ياريت تكتبوا لنا بالتعليقات وإذا أنتم من الأشخاص يلي سبقوا وتعاملوا معنا أيضا ياريت تكتبوا بالتعليقات كيف كانت تجربتكم يلي عشتوها معنا كان هذا كل شيء بدرسنا لليوم رح نشرح بدروس قادمة عن البرامج الأخرى مثل هيبسي بورادا، ترين ديول كذا كذا ونقارن بين هاي البرامج مع بعضا لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك ترجمة نانسي قنقر